تعتبر الرسومات الثلاثية الأبعد من أجمل اللوحات في العالم لما تحمله من لمسات راقية وبعد حقيقي مميز لغرابة تنفيذها بتقنيات تعتمد على الخداع البصري طبعا رسم 3D عندي هواية من أول أنا أحب الرسم 3D أكثر من الرسم العادي الرسم التقليدي اللي هو رسم طبيعة مثلا رسم الوجهة أو شيء زي كده فأنا عندي موهب من أول في 3D طبعا الرسم 3D في العادي يكون في الشارع يكون على طريق لأنه عشان يكون بين أكثر وقد استطاع الشاب إبراهيم الزهراني وبمساعدة أصدقائه من وضع بصمة فنية لهم بمنطقة الباحة بهذه الرسومات التي يقوم برسمها داخل الأماكن العامة بواسطة الفحم والرمل ونقل أفكار تلك الرسومات على أرض الواقع بدأت كانت تجربة عادية رسم عادي حروف بدأنا تحويل الحروف إلى حروف 3D سارة نشافة أكثر من جاه وزي كذا فقلنا خلنا نجرب رسمة جربنا الرسمة وزي كذا وضبطت معنا فقلنا خلنا نجرب رسمات تالية ومشت معنا ووجدت رسومات إبراهيم إقبالا من المتنزهين الذين يحرصون على مشاهدة تفاصيل الرسمة وأبعادها ودقة تنفيذها سعيد المزهر الإخبارية الباحة انطلقت مساء الاثنين الماضي احتفالات عيد الأضحى المبارك من محافظة الجبيل في حديقة السلام والتي تستمر لمدة 12 يوما وسط إشادة جماهرية كبيرة وحضور ملحوظ منذ اليوم الأول لانطلاقه حيث اجتملت الفعاليات على الفقرات المسرحية والانشطة الترفيهية والمسافقات الشبابية والحرف اليدوية والعروض الفنية إضافة إلى عدد من انشطاته الأخرى عندنا قسم حق الحدائق التعليمية وعندنا قسم حق الأسر المنتجة تقريبا 100 أسر منتجة في الحفل وكلهم من أهل الجبال وعندنا الحضور 1500 وعندنا فقرات عديدة من الترفيه والأبريتات الوطنية وكان للشباب النصيب الأكبر في التنظيم والمشاركة والتطوع حيث يدار المهرجان بأكثر من 50 متطوع ومتطوعين يمثلون عدد من الفرق والأندية التطوعية بالمحافظة والتي استعانت بهم إدارة المهرجان في عملية التنظيم فريق تكافل تطوعي هو فريق تحت مضلة الجمعية الخيرية للأيتام ولجان التنمية الاجتماعية تأسس الفريق في واحد ثمانية 2015 هو فريق جديد لكن أثبت جدارته ومشاركته بفعاليات كبيرة مثل فعالية تكافل الجبال في عيد الأضحى لله الحمد انضمت لنا 260 متطوع ومتطوعة من مختلف الأعمار ومختلف الفئات من الأيتام ذو الاحتياجات الخاصة أكثر من 60 أسرة منتجة جهزت لها بلدية الجبال موقع مميزا وبشكل مجاني لتنمية قدرات الأسرة المنتجة وتمكنها من تحقيق الاكتفاء الاقتصادي بما ينقلها من دائرة العوز والاحتياج إلى طور الاعتماد على الذات عبر مشاريعهم الانتاجية أحب أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان لسعادة محافظة الجبال الأستاذ عبدالله العسكر على دعمه اللامحدود لفريق تكافل التطوعي لإنجاح فعاليات مهرجان عيد الأضحى المبارك ومن المقرر أن تستمر فعاليات الجبال التي تشرف عليها المحافظة وبلدية الجبال بالتنظيم مع فريق تكافل التطوعي حتى الثاني والعشرين منذ الحجة المود الشمري الأخبارية الجبال يا حيم الفاكم عبارة ترحيبية اختارها القائمون على مهرجان صيف رفحة 37 لتكون شعاراً للمهرجان الذي يقام على أرض حديقة الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود في شعار سيف رفحة 37 اعتمدنا أن نعمل الشعار من ستة أقواس متعاكسة كل قوس يمثل فعاليات رئيسية يندرج تحتها عدة فعاليات فرعية ويحيم الفاكم كلمة تستخدم عندنا قد يكون في منطقة الحدود الشمالية أو في محافظة رفحة يكون له شعار تدل على الكرم يضم المهرجان العديد من الفعاليات والتي تتجاوز الثمانين فعالية ما بين ترفيهية وإثرائية حارص المنظمون على تنوعها ومناسبتها لكافة شرائح المجتمع كما يحيي الفعاليات أكثر من أربعين نجماً في مجالات الإعلام والرياضة والشعر والإنشاد حارص دارة المهرجان على أن تكون الفعاليات متنوعة بحيث تخدم جميع الفئات أو فئات الشباب منها ما هي مثلاً الأنشطة الدينية الأنشطة الترفيهية مثل مسرح الطفل أكاديمية الطفل أيضاً الأشخاص الكبار حارصنا على مسابقات لهم معرض رؤية المملكة 2030 كان حاضراً في جنبات المهرجان وكان للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حضور ولوزارة الصحة ولجنة التنمية الاجتماعية وعدد من الدوائر الحكومية المركز الإعلامي هو روح المهرجان لدينا فريق عمل متكامل داخل المهرجان يغطي جميع فعاليات المهرجان وأنشطته المركز الإعلامي مجهز بالإنترنت مجهز بالكمبيوترات يتم تسليم الصور أولاً بأول للمركز الإعلامي ومثم يتم تنقيحها وتنسيق الصور وإرساله إلى جميع سلع الجهات الأمنية حاضرة طيلة أيام المهرجان ومركز إعلامي مجهز لتوثيق ونقل الأحداث والفعالية عبدالله العايش الإخبارية رفحة هو فنان متنوع في مجالات عديدة للفن التشكيلي قال خط العربي والزخرفة والرسم والتصوير لكن عشقه الأكبر لفن الزجاج الذي حصل فيه على الماجستير والدكتوراه قدم العديد من الأعمال المبهرة والمتنوعة وشارك في عشرات المعارض داخل وخارج مصر إنه الفنان المصري الدكتور مصطفى عبد الرحيم والذي سنتعرف على فنه وعلى رحلته مع الفن التشكيلي خاصة فن الزجاج في هذا التقرير بدأت رحلة الدكتور مصطفى عبد الرحيم مع فن الزجاج وغيره من فنون الفن التشكيلي قبل ما يقرب من خمسة وخمسين عاماً عندما حصل على دبلوم الزخرفة ثم على بكل ريوس الزجاج من كلية الفنون التطبيقية وعلى الدبلوم في فنون أخرى عديدة ثم على الماجستير والدكتوراه في فن الزجاج وهو حالياً أستاذ التصميم بقسم الزجاج بكلية الفنون التطبيقية الماجستير كان فيه التصوير على الزجاج وارتباطه بالعمارة الحديثة فهو يجمع ما بين الفن التشكيلي والتصميم والعمارة الدكتوراه كانت فيه نقطة بسيطة وصغيرة جداً وهي إضافة علمية فيما يسمى بالإزالة والإضافة في اللون على الزجاج واللون قاسم مشترك أعظم بين جميع الفنون لأنه هو عنصر من عناصر الإبهار ويشير الدكتور مصطفى إلى أن أعماله في فن الزجاج يغلب عليها طبع التصميم التطبيقي بمعنى أنها تلبي الحاجة المعمارية في البناء وتتقيض بها لكن بأسلوب وشكل فني بديع الفنان المصمم التطبيقي يختلف عن أي فنان الفنان بصفة عامة حر يبدع كيف ما شاء ولا أي حرج عليه وصفته الإبداع والحرية أما المصمم فهو مقيد حينما تبدع شيئاً لابد أن توظفه لابد أن يكون له خدمة ويؤكد الدكتور مصطفى على اهتمام الحضارة الإسلامية بالزجاج وعلى ما تركه المسلمون والعرب من بصمة هامة في فنون الزجاج المسلمون لهم بصمة واضحة في الزجاج في المشكوات الزجاجية في شيء عظيم جداً يسمى بالبلور الصخري وهو إبداع عربي إسلامي تتفرد به الحضارة الإسلامية على غيره كما أن الزجاج المؤلف بالجس إبداع إسلامي صرف تتفرد به الحضارة الإسلامية كما أن المشكوات إبداع إسلامي صرف كذلك الميناء إبداع إسلامي صرف ويطالب الدكتور مصطفى باستغلال أفضل للخامات التي يصنع منها الزجاج والمنتشرة في العالم العربي والتي تصدر فقط كخامات ويستخرج منها أنواع عديدة من الزجاج تدخل في معظم الصناعات والفنون الحديثة لو لا الزجاج لما عرف النور إلى العمارة فإذا تخيلنا لا يوجد زجاج فكيف سنعيش في المكان زائد بالإضافة أنه هو صاحب البصمة في تقدم التصوير لأن المصور تقوم العدسات كأحد مكونات الكاميرا في عمله وعلوم الفضاء التلسكوبات الأملاقة سهمت في اكتشاف أشياء كثيرة بالإضافة إلى شاشات التلفزيون والموبايلات وعدسات النظارات وبجانب فن الزجاج للدكتور مصطفى أعمال أخرى في فنون التصوير والحفر على الرسم والخط العربي كل الفنون بتمثل وحدة واحدة تجمعها العمارة لأن العمارة هي الفن الأم الذي يحوي الفنون والخط العربي على سبيل المثال واحد من أخطر وأقوى الفنون المتصلة بالإنسان وللدكتور مصطفى أكثر من 110 معارض شارك فيها داخل وخارج مصر منذ عام 1962 وأنا طالب شاركت في معظم المعارض المحلية والدولية في طباعة المنسوجات ومثلت مصر في التصوير في بناء لأبيس الدولي وليه أكثر من 110 معارض في كل الحضارات القديمة والحديثة كما يقول الدكتور مصطفى ستجد أعمال فن الزجاج بتشكيلات متنوعة فالزجاج معدن نبيل له خصائص فريدة شجعت الإنسان على الإبداع في استخدامه الزجاج خامة قديمة برع المصري القديم في استخدامها وحولها إلى فن جميل انتقل من جيل إلى جيل وكما يقول الدكتور مصطفى عبد الرحيم فإن العالم العربي مليء بالمواد التي يصنع منها الزجاج والذي أصبح يدخل في شتى مناحي وصناعات الحياة الحديثة أصم عبد المقصود لبرنامج إخباريات القاهرة مشاهدين الكرام سنتعرف إياكم على معرض كنوز من الصين والذي يقام بمتحف الفن الإسلامي في العاصمة القطرية الدوحة ويوثق لحوالي خمسة آلاف عام من تاريخ الصين ابقوا معنا يضم المعرض باقة متنوعة من كنوز الحضارة الصينية إذ تمضي هذه القطع الأثرية بالزائر في رحلة فريدة إلى الماضي يكتشف خلالها خمسة آلاف عام من الحضارة الصينية العريقة وتاريخها الثري وتتميز المعروضات بتنوعها الذي يغطي جميع الحقب التاريخية الكبرى للصين إذ يشتمل المعرض على 116 قطع فنية وأثرية يرجع تاريخها للفترة الممتدة بين العصر الحجري الحديث وحتى حكم سلالة تشينغ مانحا الزوارة تجربة لا تنسى يستكشفون خلالها تاريخ الصين وماضيها وتم اختيار هذه التحف الأثرية من خمسة متاحف ومؤسسات تراثية من جميع أنحاء الصين وجميعها يبرز الإبداع والمهارة الصينية ويهدف المعرض إلى إحداث حالة من التكامل بين ثقافات الشرق والغرب كما يتيح الفرصة أمام زائريه لتقديم العمق والثراء الذي تتميز به الثقافة الصينية وعاداتها مجمل القطع الموجودة في هذا المعرض 116 قطعة وقد تم جمع هذه القطع من مدينتين أهمها بيكين وهنا نستعرض تاريخ الحضارة الصينية الممتد لثمانية ألاف عام كجزء من التعاون بين دولة قطر والصين وتعرض محتويات المعرض تحت ثلاثة عنوين أولا مولد الحضارة والمراسيم والممالك ففي هذه الحقبة مثلا نجد هذا الإناء الذي يعود إلى أكثر من ألف عام قبل الميلاد وكان يستخدم غالبا للشرب في المناسبات العامة مثل تشكيلات التحالف وإطلاق الحملات العسكرية واحتفالات النصر كما نجد أيضا هذا الإناء الكبير الذي يعود لأكثر من 475 عاما قبل الميلاد ونظرا لحجمه الهائل كان يستخدم في الولائم الكبيرة وتطور فيما بعد إلى أداة موسيقية يتم قرعها عندما تكون المآدب جاهزة تماما ثانيا الوحدة العظيمة والرخاء وطريق الحرير ففي هذه الحقبة مثلا نجد هذا الوعاء الذي يعود لعام 265 ميلادي والذي كان يدفن مع الميت ليجسد حياة طرف طبقة النبلاء العليا خلال حياتهم كما نجد هاتان القطعتان لهذا التاجر العربي وهذا الجمل وكلتها تعودان لعام 618 ميلادي وتوثق للتبادلات الثقافية الصينية العربية التي تمت عبر طريق الحرير ثالثا البورسلين والصين الامبريالية والفنون الملكية حيث نجد في هذه الحقبة هذا الشمعدان الذي يعود لعام 1368 ميلادي والذي يتميز بالزركشة والتضافر بين الزهور وأمواج البحر وبتلات زهرات اللوتس من أعلى إلى الأسفل كما نجد أيضا على سبيل المثال هذه القطعة والتي تعود لعام 1644 ميلادي والتي تعكس انتقال صناعة المينة من جنوب أوروبا إلى الصين عن طريق التجارة عبر طريق الحرير تأثر الفن الصيني بشكل كبير بالفنون الإسلامية ويظهر ذلك في القطع الخزافية باللون الأزرق والأبيض كألوان إضافة للزخارف الطريقة التي تأثر بها الفن الصيني بالفن الإسلامي كان من خلال طريق الحرير البري والبحري وجاء تنظيم هذا المعرض في إطار برنامج العام الثقافي قطر الصين والذي تنظمه متاحف قطر والذي يعد أحد المبادرات الرائدة التي تتضمن تنظيم معارض ومهرجانات ومسابقات وفعاليات مصممة خصيصا لتعزيز التفاهم بين البلدان وشعوبها عبر التبادل المعرفي للفنون والثقافة والتراث والرياضة طريق الحرير بشقيه البري والبحري شكل جزءا هاما من المعروضات والتي توثق للتبادل التجاري بين العرب والصين لبرنامج إخباريات معتصم النابلسي الدوحة اشتركوا في القناة